أنا مكان قناة رافدين طالب الناس مساعدة شو شني أي شي ساعدني زين احنا شنا وين نروح ثمن فساد الأحزاب الحاكمة في العراق يتجلى هنا أحمد وأخواته مثال شاخص لمعاناة العراقيين يجور الزمان فجاره والحكومة على أحمد أحمد الذي لا يتجاوز ثلاث عشرة سنة من عمره حاز على تعاطف نحو مليوني متابع عراقي على صفحة قناة رافدين الفضائية حين شاهدوه عبر برنامجي مع الناس الذي تبثه القناة أسبوعيا يروي مأساته التي لخصت ستة عشر عاما لم يمر بسوئها على العراق وين نروح؟ لا شايلون وين نطلق جواهتنا؟ أما نروح؟ كذلك الحسين لا أخوي لي فيك يمن البابي شيح تقول لك عم شهدك جاني لا عم لا خال كلها لا قرائبة كلها لا بسوحة بسحة مسح ما حال يجيك ولا يسأل عليك أقول لك وين؟ الجوان الذول يقولوا يشيلوا انتشر المقطع على جميع وسائل التواصل الاجتماعي وبادر عدد من العراقيين الأصلاء لمد يد العون للفتى أحمد الذي ناشد أهل الخير الوقوف معه ووصل صوته لهم لكن آذان المسؤولين صماء كاميرا قناة رافدين زارت منزل عائلة أحمد ابن الديوانية وتجولت داخله حيث الجدران المتهالكة والفقر المتقع لا يصلح بيت الأسرة للعيش إلا أن السلطات الحكومية في بغداد لم تكتفي بعجزها عن توفير عيش كريم ومنزل آمن بل حتى الركام تريد تجريدهم منه بدون تعويضهم أو منحهم بدلا للسكن بذريعة بنائه على أرض الدولة حرام على أحمد وذويه ومباح للمسؤولين وحاشيتهم السطوة على العراق كله أرضا وثروة وحاضرا ومستقبلا أريد دار الذولة وأنا وديهم لأنهم هذا مقرمة ذاك عمى ذولة زغار يعني ما طلعهم للمدارس يلا يكتونهم قوات وأنا وديهم أنا وحد لا حول ولا قوة وأنا وديهم لأن أغرفهم يرد الله إلا أنت بيشلطي شنو ستعالي شيلو وأنا وديهم والداء أحمد يعانيان من مشاكل صحية فالأبو لديه ضعف شديد بالنظر كما تعاني الأم من مرض نادر أصاب أعصابها وأفقدها القدرة على المشي زمان صار لكم بحدود العشرين يوم صار جونا بلواني طهنهم فستعاش وهم ما جو لهم بعض والله خلفل هذه القنوات الله شاهد والله أنا طلبت منعتهم كرمونا هم وشيلونا خلي كرمونا وودوا لهم شفوه وحفرونا يدفنوا لنا ببيوتنا طالب السادة المسؤولين يتنوعوا لحالتني أنا رجال ضرير ومرتهم قرمو وعندنا ثم نطفال خلصة على الأرض أثناء معيشتني هذا ما يقدر خطي رجال كعبان وهي أوليد عدنا اللي يشتغل خطي على باب الله وهي عم أتنخطيهم ما تقدر كفي لكل ومان هلما حتى ما بيحيل بالرغم من سوداوية المشهد إلا أن أحمد يروي قصة تحدي وحب للحياة وتضحية فهو المعيل لأسرته حيث يعمل على جمع المواد البلاستيكية وبيعها بثمن زهيد وتلك مهنة شاقة وصعبة لا تتناسب مع طفولته التي حرم منها هذا العمل الشاق لم يكن خيار الطفل بل واقعا فرضته الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها كثير من سكان مدينة الديوانية كحال باقي المدن العراقية لا معنى لحياة الطفولة لدى أحمد الذي مثل أنموذجا لغيره فالملايين من أقرانه في بلاد النفط اضطروا للابتعاد عن التعليم وترك المدارس بسبب الجوع والعوز لمساعدة عائلاتهم التي أنهكها الحرمان والأوضاع الاقتصادية المتردية في بلاد الخير التي صارت كنزا لللصوص من رجال السياسة والميليشيات ترجمة نانسي قنقر